السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي تخصص طباعة وصباعة وتجهيز منسجات حلقة النهاردة حلقة مراجعة للصف الاول مادة العمليات احنا درسنا مادة العمليات كل المواد الكيميائية المستخدمة في تجهيز وفي عمليات صباعة وطباعة وتجهيز منسجات النهاردة بقى هنعمل مراجعة شاملة عشان خاطر نستعد للمتحان وكل سنوان طيبين وربنا يوفقكم ان شاء الله بالتوفيق هنتكلم بقى هندي مجموعة اسئلة ونحلها مع بعض ولو فيه اي استفسار يريد نعلق على القناة بتاعتنا قناة على القناة اليوتيوب ونعلق او نبعث على الفيسبوك ونبعث الاسئلة ونجاوب عليكم على طول هنتكلم اول حاجة السؤال الاولاني عرف كل من الاحماض شرطة القلويات مع ذكر نوع لكل منهما مع شرح اما يجينا سؤال زي ده اول حاجة نقول نعرف الاحماض ونعرف القلويات ونمسك كل مادة من المواد ونبتدي ان احنا نشرحها نعرف الاحماض اولا هي مواد تزوف الماء ولها طعم لازا كما انها تحول لون ورقة عباد الشمس الى اللون الاحمر يبقى عرفنا ان احنا احنا خدنا ودرسنا ان الاحماض دي مواد لازعة لما نيجي ندقها على طرف لسنة بتديني طعم لازا وبتحرول لون عباد الشمس الى اللون الاحمر طب الاحماض بتنقسم لايه؟ الاحماض بتنقسم الى نوعين احماض معدنية واحماض عضوية احماض معدنية زي حامد الكابريتيك ورمزه H2SO4 حامد الكابريتيك ورمزه H2SO4 نتكلم عنه هو حامد زيتي القوام سائد زيتي القوام يميل لونه للإسفرار كسفته النوعية 81% سهل الزوبان في المية له تأثير كاوي على الجلد يستخدم في مجال زباط وطباعة وتجهيز المنسوجات اما يجي لي سؤال يقول لتكلمي عن المواد يبقى لازم اتكلم عنها بكل الاستخدامتها اقول شكلها واقول خواصها واقول استخدامها اقول الشكل والخواص والاستخدام يبقى نقول اول حاجة من الاحماض المعدنية حامد الكابريتيك رمزه H2SO4 اسمه في الصناعة عماء نار هو سائل زيتي قوام يميل لونه للإسفرار سهل الزوبان في المية له تأثير كاوي على الجلد يعني لو نمس الجلد بتاعه يحرق يستخدم في مجال سباط وطباعة المنسوجات ماشيه في صناعة المفرقات تاني نوع عندي من الاحماض المعدنية حامد الهايدل كلوريك وهو نفس خواص حامد الكابريتيك هو حامد معدني قوي كسفت النوعية واحد واثنين من عشرة وهو سائل شفاف عديم اللون سهل الزوبان في المية يستخدم في مجال سباط وطباعة المنسوجات وهو من ضمن الاحماض القوية تاني نوع عندي من الاحماض الاحماض العضوية الاحماض العضوية زي حامد الاسيتيك وحامد الفرميك حامد الاسيتيك رمزه اقول شكله بقى حامد الاسيتيك هو سائل شفاف عديم اللون اسمه في الصناعة حامد الخليك اسمه في الصناعة حامد الخليك وهو سهل الزوبان في المية وعند خفض درجة الحرارة الى ناقص 18 درجة مقوية يتحول الى حامد الخليك السلجي ويستخدم في مجال سباط وطباعة المنسوجات وفي مجال الاغزي حامد الاسيتيك ده من ضمن الاحماض العضوية اللي بيستخدم بقصرة في مجال سباط وطباعة وتجهيز المنسوجات لانه بديني وسط حامدي متوسط تاني نوع عندي او تاني حاجة عندي حامد الفرميك حامد الفرميك رمزه هو سائل شفاف عديم اللون له القدرة على التطاير يعني ايه تطاير يعني لو في سبت العباوة بتاعتي مفتوحة بيتبخر في الجو زي السيبرتو والاسيتون سهل الزوان في المية يستخدم في مجال سباط وطباعة وتجهيز المنسوجات تاني حاجة عندي القلويات القلويات هي مواد لها ملمة صابوني خاص وتحول لون لون ورع عباد الشمس الى اللون الازرق وهي سهلة الزوان في المية ايه هي انواع اهم المواد المستخدمة في القلويات اول حاجة عندي هيدروكسيدو سوديوم هيدروكسيدو بوتاسيوم البوراكس الاونيا هيدروكسيدو سوديوم هو رمزو ن ا او اتش هيدروكسيدو سوديوم من ضمن القلويات القوية جدا من ضمن القلويات القوية جدا وهو عبارة عن برلورات سلبة بيضاء لها القدرة على التميق يعني ايه تميق؟ يعني امتصاص بخار المية الموجود في الجو سهل الزوان في المية يستخدم في مجال سباط وطباعة وتجهيز المنسوجات تاني حاجة عندي هيدروكسيدو بوتاسيوم رمزو كي او اتش رمزو كي او اتش وهو نفس خواص هيدروكسيدو السوديوم برضو من القلويات القوية وهو سائل وهو مسحوق ابيض برلورات سلبة بيضاء لها قدرة على التميق تستخدم في مجال سباط وتباعة وتجهيز المنسوجات عمدي بوركس من القلويات المتوسطة رمزو ن اي تو بي او فور سعبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوان في المية يستخدم في مجال سباط وتباعة المنسوجات الامونيا ان اتش سري وليها ريحة مميزة اهم مية مميزة انها ليها ريحة مميزة يعني السؤال لما يجيلي تكلم عن الاحماض وقلويات هعرف كل حاجة لوحديها وابتدي اتكلم على المواد والتفصيل السؤال التاني اختار البوركس هو مادة زي التأثير احنا لسه قيلين ها حامدي ولا قلوي متوسط ولا قلوي ضعيف قلوي متوسط برافو عليكم وعند ازابتها في الماء تستخدم في ازالة تستخدم في ازالة البقع ولا في ازابة السبغات ولا التجهيز ضد الاحتراق البوركس دي من ضمن المواد المهمة جدا في التجهيز الاقميشة ضد الاحتراق من ضمن المواد المهمة جدا في تجهيز الاقميشة ضد الاحتراق ماشي بينما الامونيا لها رائحة نفازة وهي من ايه احنا لسه قيلين ها ملأ احماض ولا من الاملاح ولا من القلويات لا ملأ قلويات برافو عليكم وهي عبارة عن مسحوق ولا بلورات ولا سائل مسحوق سهل الزغبان في الماء سؤال التاني تكلم عن الاملاح وانواعها سؤال زي ده ما يجينا هتقول هنتكلم هنعرف الاملاح دي بتتكون ازاي وبعد كده نتكلم على المواد وكل مادة باستخدمها في ايه او شكلها عامل ازاي الاملاح هي مواد تنتج من تفاعل الاملاح مواد مع القلويات تفاعل حامض مع قلوي بيديني املاح طب ايه هي اهم المواد اول حاجة عندي هيدروكسيد اول حاجة عندي هيدروكسيد كلوريد السوديوم رمزه كولوريد السوديوم ده رمزه اسمه في الصناعة ملح الطعام وهو عبارة عن ايه عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوابان في المية طبعا عارفين شكل الملح بتاع الاكل عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوابان في المية يستخدم في مجال صباعة وطباعة المنسوات بس تخرجه منين بيستخرج من البحار بيستخرج من البحار تاني حاجة عندي كابتات السوديوم كابتات السوديوم رمزها NA2SO4 اسمها في الصناعة SODAH وهي عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوابان في المية ويستخدم في مجال صباعة وطباعة المنسوات الاملاح دي من ضمن المواد المهمة جدا في عمليات الصباعة حيث انها بتعمل تساعد على استنفاذ السبغة من المحلول ودخولها جوه الخام عندي بعد كده اسيتات السوديوم او خلات السوديوم رمزها CH3 COUNA عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوابان في المية ويستخدم فيه عند الصباعة وصوف بالصباعة الحمدية وعندي نيتريتو السوديوم يستخدم كعامل مساعد عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوابان في المية السؤال البعدي عرف القسر الهيدروجيني وكيف نحدد درجة القسر الهيدروجيني القسر الهيدروجيني ده عبارة عن اول خالص نعرفه تعريفه ايه هو نظام يمكن عن طريقه معرفة درجة حامدية او قلوبية المحليل ده عبارة عن جهاز زي ما احنا شرحنا قبل كده عبارة عن جهاز الجهاز ده هو بيطلق طالع منه بفر ماشي بحط او المعيار بتاعي بحطه جوه المحلول اما يتحط جوه المحلول بيبتدي ان هو يقرالي بيقرالي الجهاز المحلول ده قلوي او محلول ده حامدي طيب بنعرفها ازاي بنعرفها ازاي بي اتش تعني بي اتش تركيز الاسر الهيدروجيني معناه بي اتش بي يعني تركيز اتش يعني ايون الهيدروجين يعني تركيز ايونات الهيدروجين طيب ده بيعتمد على ايه عشان اعرفه على النظرية اسمها نظرية التأيون الاحماض وقلويات في المية بتأيينوا الى ايونات مجابة وايونات ساربة ايونات مجابة وايونات ساربة طيب اما نيجي نقايا 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 مثلا القلويات واللي يكون ان ايه و اتش تتاين في المية السهمة رايح جاية هوا تتاين في المية الى الان اي بشحنة مجابة زائد الو اتش بشحنة ساربة المية اللي هي اتش او اتش تتاين الى اتش بشحنة مجابة وهو اتش بشحنة ساربة هنيجي نجمع الاتنين مع بعض يعني الان اي او اتش اللي هو هيدروكسيد استوديو زائد الاتش او اتش اللي هو المية تأيون هيديني لأن ايه بشوحنا مجابة زائد اتنين او اتش بشوحنا سالبة زائد الهيدروجين طيب ادينا اتنين هيدروكسيد وواحد هيدروجين بنقول ايه بقى زيادة ايونات الهيدروكسيد تعني حمضية قلوية المحلول طب لو الهيدروجين زيادة بقول زيادة ايونات الهيدروجين تعني حمضية المحلول يعني لو عدد ايونات الهيدروجين اللي طلعه من التفاعل ده هو نعم التأيون ده هو عددها اكتر من الهيدروكسيد يبقى المحلول ده هو حامدي لو عدد الهيدروكسيد اكتر يبقى المحلول ده قلوي طيب البي اتش بتاعتي بتنقسم لايه بتنقسم الى 14 درجة 14 درجة من واحد لغاية 14 سبعة المتعادل سبعة متعادل اما امشي من سبعة اوصل للواحد يعني بنزل بتزداد الحامدية يعني واحد حامدي قوي جدا اطلع من سبعة اطلع تصعدي لغاية 14 بتزداد القلوية يعني 14 قلوي قوي جدا يبقى البي اتش بي اتش يعني تعني تركيز ايون الهيدروجين وانه هو نظام يمكن عن طريقه بتحديد مدى درجة قلوية او حامدية المحلول نتكلم بعد كده سؤال اللي بعديه عرف عصر الماء مع خصائص الماء العسر الماء في املاح عصر الماء يعني ايه عصر الماء هو وجود املاح بي كربونات او كابريتات او كولوريت كالسيوم او ماغنيسيوم دايبة في الماء يبقى نقول لتعريف عصر الماء هو وجود املاح بي كربونات او كابريتات او كولوريت كالسيوم او ماغنيسيوم دايبة في الماء طب خصائص الماء العسر أول حاجة لا يحدث رغوة مع الصبون تاني حاجة تتفاعل أملاح العصر مع الصبغات فتفقدها القدرة على الزوبان في الماء تالت حاجة تترصب أملاح العصر داخل الماكينات فتقلل من كفائتها السؤال البعدي كيف يمكن التخلص من عصر الماء المؤقت والداء عندي عصر الماء في منه نوعين مؤقت وداء الإجابة بتاعتي إما بالغليان بالطرق الطبيعية للعصر المؤقت يعني أخذ الماء بتاعتي أغليها أو بالطرق الكيميائية للعصر الداء طب العصر المؤقت نقوله تاني هو عبارة عن بي كربونات كالسيوم أو ماغنيسيوم دايبة في الماء أتخلص منها بإيه بالغليان نقول بي كربونات الكالسيوم اللي هو سي إيه يفتح كوس غليان يعني برفع درجة الحرارة للغليان هيديني السي إيه سي أو سري اللي هي كربونات الكالسيوم دي بتترصب في القاع ويتساعد غاز ثاني أكسيد الكربون لو سي أو تو ده بتساعد بعد ما بعمل عملية الغليان أستنى المحلول بتاعها والماء بتاعتي إن هي تبرد بعد ما تبرد بعمل عملية ترويق للماء بعمل عملية ترويق للماء تاني طريقة عندي التخلص من أملاح العصر الدعم أملاح العصر الدعم عبارة عن كولوريدات كالسيوم أو ماغنيسيوم أو كابريتات كالسيوم أو ماغنيسيوم وتخلص منها باستخدام كربونات السوديوم اللي هي الصوداء اش يبقى نقول كابريتات كالسيوم اللي هي سي اي اسو او فور زائد كربونات السوديوم اللي هي الصوداء اش هي ديني هيحص على عملية تبادل المجدوج هي دينيcasO كالسيوم اللي تترصف القاة اللي هي سي اي سي او سري تترصف القاة ويديني نفتح قوس اس او فور كل اتنين ده اللي هي الملح جلوبر او بقول عليها كابريتات الصوديوم. ماشي كابريتات الصوديوم طبعا لو انا بعمل عملية الصباغة هتبتدي اتنهاية تساعد لي الاملاح بتقابرة على مواد المساعدة بتساعد لي على اه استنفاذ الصباغات من محلول يعني باستفاد من ملح جلوبر لما يطلع لي او باستفاد من كولوريدو الصوديوم لما يطلع لي في عملية ازالة عصر المية. السؤال اللي بعديه عرف المواد المؤكسدة مع ذكر انواع المواد المؤكسدة. اما يجي لي سؤال زي ده اول حاجة اعرف اقول ايه هي المواد المؤكسدة. واعرف عملية الاكسدة واتكلم عن المواد. يعني اقول اول حاجة المواد المؤكسدة ايه وعرف عمية الأكسدة واتكلم على المواد المؤكسدة نفس الكنان بالنسبة لمواد المختزرة يبقى المواد المؤكسدة ما نيجي نتكلم عنها نقول هي مواد تحمل في تركبها زرات أكسوجين تعطيها لغيرها للتفاعل تعطيها لغيرها للتفاعل هي مواد في تركبها اساسها موجودة زرات أكسوجين بتديها لمواد التانية ما تيجي تتفاعل معها طيب تعريف الأكسادة هي ايه تعريف الأكسادة تعريف الأكسادة هي اكساب المادة زرّة أكسوجين أو أكسر بأدخل لها زرّة أكسوجين أو أطلع منها زرّة هيدروجين يعني إما أدخل لها زرّة أكسوجين أو أخرج منها زرّة هيدروجين يبقى تعريف الأكسادة هي اكساب المادة زرّة أكسوجين أو أكسر أو أفقدها زرّة هيدروجين أو أكسر طب أنواع المواد المؤكسدة ايه بقى هيبوكولوريتو السوديوم رمزه NaClO2 ده عبارة عن سائل شفاف يميل لونه للإسفرار سهل الزوبان في المياه يستخدم في مجال سباغة وتباعة وتجهيز المنسوجات وخصوصا عمليات الطبيعي وخصوصا عمليات الطبيعي تاني نوع عندي فوق أكسيد الهايدروجين ده من أهم المواد اللي بتستخدم في مجال الطبيعي أو في الصناعة في مجال المنسوجات عموما لأنه هو آمن جدا وليس لا يمثل خطورة على الخامات القطنية أو الصناعية فوق أكسيد الهايدروجين رمزه H2O2 اسمه في الصناعة مال أكسوجين وهو سائل شفاف عديم اللون يوجد بالتركيزات مختلفة أنا بستخدمه في الصناعة عندي أو في المجال بتاعي بتركيز 30% وسهل الزوبان في المياه ويستخدم فيه عمليات الطبيعي وأما جاء أقسم المواد المؤكسيدة أقسمها النوعين أقسمها لما هو ركبات كلور ومراكبات الأكسوجين ده من ضمن مراكبات الأكسوجين ثالث حاجة عندي برمجانات البوتاسيوم أنا قلت كل اللي عندي اللي فات ده كله سوائل برمجانات البوتاسيوم رمزها KMNO4 كل اللي فات ده سوائل ده الحاجة الوحيدة عبارة عن كتر حجرية يميل لونها لبنفسيجي المحمر كتر حجرية يميل لونها لبنفسيجي المحمر وهي سهلة الزوبان في المياه نعم ما بتدوني بتدوب في المياه بيديني لون بنفسيجي محمر وتستخدم في مجال سباعة وطباعة المنسوجات وقل استخدامها ماشي لغلو سمنها لأنها تكلفتها عالية نخش على اللي بعدية سؤال اللي بعده عرف المواد المختزرة مع ذكر أنواع المواد المختزرة عرف المواد المختزرة مع ذكر أنواع المواد المختزرة زي ما قلنا أما بقول بعرف المواد المختزرة وبعد كده أعرف عمية الاختزال واتكلم على المواد المختزرة عرف المواد المختزلة هي مواد تحمل في تركيبها هيدروجين بتبتدي ان هي تدي للمواد الأخرى يبقى هي مواد تحمل في تركيبها زرات هيدروجين تعطيها لغيرها للتفاعل تعريف الاختزال هي اكساب المادة زرة هيدروجين أو أقصر أو افقادها زرة أكسروجين أو أقصر عكس الاختزال الأخصادة انا بديها زرة هيدروجين أو أطلع منها زرة أكسروجين عكس الاختزال يبقى عكس الاختزال هي الأكسادة الأكسادة انا بديها أكسروجين أو أطلع منها هيدروجين طيب الاختزال انا بديها هيدروجين أو أطلع منها أكسروجين طيب اهم المواد المختزلة اول حالة عندي في تركيب وان ايه توسي تور وشعر عن اسحب سهل. ده في مجال ستباع وخصوصا سبعات الاحوال. وخصوصا سبعات الاحوال. في الاحوال سبعات زوان مية دوف مية لاستا مادة هيدرو مادة عندي فيتشيوم راو ان ايه اس قوي ان اتش اس و سري باره لاحق اهل الزوجب بس اجال ستباعات ويستهل قصر ويستهل اه في عمل ليه حيسر عنه اكسش الهوائي خلال لاي حسفا اكسش الهوائي واي الداخل يعني ده جنس كعالي الزيبات ان الغيب لا يكون يكون باعات هوا جوي جوه ولا اتخذ الهوى تغد موازلة واللي تبيه سيتسوش عشان بيتعال مستوجين الهوارين المأبو واللغة للاي سؤال الابتلاء ايه فائل ايه ده تعال اصدر اصدر في مادة اهم المواد ايه اول حاجة عندي الزيت الاحمر التركي الزيت الاحمر التركي وهو عبارة عن سائل زيتي قوام يميل لونه الاحمرار سهل الزوبان في المية باستخدم في مجال صباغة وتباعة المنسوجات وهو من اهم مواد الابتلاء بيستخدم في صباغة وتباعة المنسوجات وخصوصا عند الصباغة القطن بالصباغات النفط وخصوصا عند صباغة القطن بالصباغات النفط او صباغات الازية تمام تاني الزيت الأحمر التركي عبارة عن سائل شفاف يميل لونه للإحمرار سهل الزوبان في المياه يستخدم في مجال سباغة وطباعة المنسجات وهو من أهم مواد الابتلال ويستخدم أيضا في عند سباغة القطن بالسباغات النفط أو السباغات الأزية تاني نوع عندي الأبيجون وعبارة عن سائل سهل الزوبان في المياه يستخدم في مجال سباغة وطباعة المنسجات ويستخدم بقصرة سؤال البعض عرف الجواهر الكشافة مع ذكر أنواعها إيه هي الجواهر الكشافة الجواهر الكشافة دي ممكن تكون سائل ممكن يكون ورق ممكن يكون سائل ممكن يكون ورق ده بممكن عن طريقه يبقى هو عبارة عن مادة يمكن عن طريقها أعرف مدى حمودية أو قلوية المحليل يبقى الجواهر الكشافة هي عبارة عن مواد كيميائية مواد كيميائية يمكن عن طريقها أعرف إنزا كان المحلول ده حامض أو المحلول ده قلوي يبقى معرف الجواهر الكشافة أقول هي مواد كيميائية يمكن عن طريقها تحديد حمودية أو قلوية المحلول أقول حامض أو قلوي لكن ما أقدرش أقول حامض قوي او قلوي قوي اللي بيفرع ما بين الاتنين اللي بيميز لي دي جهاز الاسر هيدروجيني اللي بيميز الحامض دهوان تركيزه كمف المية او الحامض دهوان قلوي حامضي بنسبة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا قد ايه او قلوي نفس الكلام جهاز الاسر هيدروجيني يبقى الجواهر الكشافة هي مواد تستعمل الكشف عن حامضية او قلوية المحلين اهم مواد الكواهر الكشافة الجدول ده بيبين لي نوع الكاشف ايه ولونه الاصلي قبل ما حطه في المحلول ولو المحلول حامض او المحلول قلوي نوع الكاشف لو انا عندي ورع عباد الشمس لونه الاصلي بنفسيجي في الوسط الحامدي بيتحول الى اللون الاحمر وفي الوسط القلوي بيتحول الى اللون الازرق تاني نوع عندي من كواشف الميسايل البرتقالي لونه الاصلي برتقالي لونه الاصلي برتقالي في الوسط الحامدي بيتحول الى اللون الاحمر في الوسط القلوي بيتحول الى اللون الاصفر الكاشف اللي بعد كده الفينول في سلين هو عديم اللون ما بيتأثرش بالوسط الحامدي لكن في الوسط القلوي بيتحول الى اللون الوردي السؤال اللي بعدين تكلم عن انواع الزيوت المختلفة النواع الزيوت المختلفة يبقى معناها كده ان انا اما اجي اجاوب على السؤال اقول ان الزيوت تنقسم الى نوعين معدنية وعدوية معدنية وعدوية الزيوت المعدنية زي زيت البترول اللي هو الكايروسين الجاز زيت البترول الخفيف اللي هو البنزين واقول الجاز ده هون استخدمته في ايه الجاز ده عبارة عن سائل يميل لونه للاسفرار سهل بنزين بيدوب في المية ما بيدوبش في المية بيطفو على سطح الماء بيطفو على سطح الماء ماقولش سهل الزوان في المية عشان ما نتلغبطش احنا قلنا كل المواد اللي فاتت سهلت الزوان في المية الزيوت ما بيدوبش في المية يبقى زيت البترول اللي هو الكايروسين اللي هو الجاز اللي اسمه في الصناعة الجاز عبارة عن سائل عديم اللون لا يزوب في الماء يطفو على سطح الماء يستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال سباعة وتباعة المنسوجات. بس تخدمه في عمل المتخنات. في تنظيف الاقمشة من من الدهون او البقعة الزيتية. تاني حاجة عندي زيت البترول الخفيف. اللي هو البنزين. البنزين عبارة عن سائل. شفاف يميل لونه. للاسفرار الاصفر خفيف جدا. ماشي. بيدوب في المياه غير لا يسال له القدرة على زوبان في المياه. ماشي. بس له القدرة على التطاير. البنزين ليه ريحة مميزة وله القدرة على التطاير. بيستخدم في ايه? في عمليات التنظيف الجاف. تاني نوع عندي من الزيوت. الزيوت العضوية. زيوت عضوية يعني حجابة الزرة في الارض. اما نباتات او غيره. اول حاجة عندي زيت الزيتون. زيت الزيتون ده هون بغده من ايه? بغده من بزرة من من شجرة الزيتون. من الزيتون نفسه. اما اجي اعصر الزيتونة. ماشي. هلاقيها بتطلع زيت. ده بيستخدم في ايه? بيستخدم في مجال سباعة وتباعة المنسوجات. باستخدمه في عمل المتخنات. باستخدمه في عمقات تحسين الملامس. تاني نوع عندي بزرة الخروع. باخده من نباتة الخروع. زيت بزرة الخروع. باخده من نباتة الخروع. برضو باستخدمه في مجال سباعة وتباعة المنسوجات في عمل المتخنات. وزيت بزرة الكتان بعصر الكتان بعد ما بأخذ الكتان بتاعي او السيلولوز الموجود فيه اخذ البذرة بتاعتي اعملها عملية عصر للبذرة بتاعتي واعمل منها زيت بذرة الكتان اللي باستخدمه فيه عملية عمل المتخنات وعندي زيت بذرة القط بس انا مش كتباه تاني نوع عندي زيت الترابنتينا طب زيت الترابنتينا ده عبارة عن ايه عبارة عن زيت او سائل عديم الزوبان في الماء طيار يعني بيطير بيتبخر في الجو ويزوف في القحول ويستخدم في إزالة البقع الدهنية السؤال البعد عرف المواد المشتتة مع ذكر استخدامها من اسمها كده مواد مشتتة يعني مواد تساعد على تشتيت أو انتشار المادة بالتساوي في المحلول هي مواد تعمل على انتشار المادة بصورة متساوية في المحلول بستخدمها في إيه بستخدمها في إزابة السابوات المنتشرة زي اسمها مشتتة هي لها نوع سابغة اسم السابوات المنتشرة أو السابوات المشتتة بتدوبها بتخليها تنتشر في المحلول بانتظام انتشار المادة بانتظام في المحلول طبيعي المادة لو انتشرت بانتظام في المحلول إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل للمادة أما يجي أعمل غمر للخامة في المحلول هيبقى درجة التساوي بتاعت الخامة امتصاص الخامة هيكون منتظم مش هيديني طلطيش بتعمل تساوي في الطبقة الخارجية المنتصة على سطح القماش ازابة صبغات الاحواط المادة المشتتة المادة المشتتة بتستانى في ازابة الصبغات المنتشرة السؤال البعدي تلعب المنظفات الصناعية دور مهم في مجال المنسوجات السؤال ده مهم المنظفات زي السابون وما شابه المنظفات دور مهم جدا في تحديل وتجهيز ومعالجة الاقمشة انا بعد ما بعمل اي عملية من عمليات تجهيز الاقمشة سواء بقى عملية ازالة مواد بوش سواء عملية غلي سواء عملية طبيض سواء عملية صباغة اي عملية من العمليات لازم اعمل عملية غسيل كويس جدا للأمش لازم اعمل عملية غسيل كويس جدا للأمش ليه العملية الغسيل ده بتخلص لي من اثار المواد كيميائية موجودة على سطح الأمش سواء بقى انا مستخدمة قلوي مستخدمة حامد مستخدمة مواد مواقسدة مستخدمة صبغات الأمش في شواء بتبتدي ان هي تعمل تشتيت للحاجات دي وتبعدها عن سطح الأمش عشان خاطر الأمش لما يخش على العمليات اللي بعد كده يكون الأمش خالي من اثار المواد كيميائية يبقى للمنظفات دور مهم جدا في تحضير وتجهيز ومعالجة الأخمشة فايدة المنظفات ايه بتقوم بتنظيف الخامات من الشواء دي أول حاجة قلناها تاني حاجة تزيد من قدرة الخامة على الابتلال السؤال اللي بعد كده علل علل وراء وقلم ونكتب الإجابة ورايا يجب إحكام غلق العبوة المحتوية على حامد الفورميك العبوة المحتوية على حامد الفورميك لازم أقفلها كويس قوي ليه لأن حامد الفورميك من الأحماض الطيارة يعني طيارة لأنه لها القدرة على التطاير يعني بيتبخر في الجو يتبخر في الجو عشان خاطر كده لابد من إحكام غلق العبوة المحتوية على حامد الخليك تاني اكتبي ورايا اكتبي ورايا يجب إحكام غلق العبوة المحتوية على حامد الخليك ليه لأنه له القدرة على التطاير تطاير يعني بيتطير في الجو وبالتالي لازم العبوة بتاعته تكون مقفولة كويس السؤال التاني يجب الحذر عند استخدام حامد الكابريتيك يجب الحذر عند استخدام حامد الكابريتيك ليه عندي حاكتين عندي حاكتين حاجة الاولانية حامد الكابريتيك لما باستخدمه في مجال الصناعة منشي لو قال لي يجب الحذر عند استخدام حامد الكابريتيك في الصناعة ليه لانه هو له تأثير كاوي على الجلد مية النار لما تيجي تنمس الجلد تحرق الجلد. دي اول حاجة. لو قال لي سؤال يجب الحذر عند استخدام حامد الكابريتيك في مجال منسوجات. هتقول لان هو له تأثير ضار بالخامات. له تأثير ضار بالخامات. او يؤثر على متانة الخامة. يعني الاجابة هي للسؤال ده هو الاجابتين. الاجابة الاولانية لانه له تأثير ضار على الخامات يؤثر على متانة الخامة. والاجابة التانية لانه له تأثير كاوي على الجلد. لو سبها لمفتوحة السؤال يجب الحذر عند استخدام حامد الكابريتيك. هنقول الاجابتين لانه له تأثير كاوي على الجلد ولانه يؤثر على متانة الخامة. لكن لو حدد سؤال بتاعي في مجال الصناعة هتقول لانه يؤثر على له تأثير كاوي على الجلد. طب لو هو قال في مجال منسوجات هنقول لانه يؤثر على متانة الخامة. السؤال اللي بعد كده علل يجب احكام غلق العبوة المحتوية على هيدروكسيد ستوديوم هيدروكسيد ستوديوم كده نرجع ونفتكر كده هيدروكسيد ستوديوم ده عبارة عن ايه عبارة عن بلورات صلبة بيضاء لها القدرة على التميق عشان خاطر كده لازم نقفل العبوة كويس يعني ايه تميق يعني انت تنتص بخار المية الموجود في الجو وتتحور ايه تقفل مع بعضها هي بلورات صلبة لما تبتدي البلورات ده هي انت تنتص الرطوبة الموجودة في الجو او بخار المية الموجودة في الجو هتبتدي ان هي تلزق في بعضها عشان خاطر كده لازم احكم غلق العبوة المحتوية على هيدروكسيد ستوديوم ويتحط هيدروكسيد ستوديوم يحط جوه اكياس بلاستيك جوه اكياس بلاستيك السؤال اللي بعديه علل لا تستخدم الاواني المعدنية في حفظ الاحماض المعدنية ليه ما باستخدمش الاواني المصنوعة من الصلبة او النحاس ليه لان الاحماض المعدنية بتتفاعل مع المعدن الاحماض المعدنية بتتفاعل مع المعدن علل لا تستخدم الاواني المعدنية في حفظ الاحماض المعدنية الاحماض المعدنية تتفاعل مع المعدن عشان خاطر كده الاحماض المعدنية ما تيجي تحفظ بتحفظ فيه اواني بلاستيكية او اواني زجاجية في اواني بلاستيكية او اواني زجاجية لاشن ما بتتفاعلش معهم السؤال البعدي علل يستخدم بيس الفيتوستوديوم في عملية الغالي يستخدم بيس الفيتوستوديوم في عملية الغالي بيس الفيتوستوديوم نشرحه الاول هو عبارة عن ايه عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوبة في المياه و Freiheit واننا بيستخدم في عملية الغالي عشان بيتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي موض داخل الغاليا عشان يتفاعل مع اكسوجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية يبقى يعلل يستخدم بيس الفيت سوديوم في عمليات الغلاية ليه؟ لانه يتفاعل مع اكسوجين الهواء الجوي الموجود في داخل الغلاية وبالتالي يتم عمليات الغلاية بنجاح نخش على السؤال اللي بعدين طيب يبقى احنا كده اتكلمنا النهاردة على عمليات الاحماض واخدنا القلويات رجعنا على الاحماض ورجعنا على القلويات ورجعنا على المواد المؤكسدة ومواد المختزلة واتكلمنا على كل حاجة فيهم واتكلمنا على عيوب كل حاجة طيب حاجات اسئلة تانية ممكن تجيلي كتير اسئلة تانية ممكن تجيلي كتير ممكن يجيلي سؤال يقول لي قارن بين المواد المؤكسدة والمواد المختزلة قارن بين مواد المؤسدة ومواد المختزلة هعمل جدول واجه المقارنة بتاعتي اول حاجة اعرف عمية الاكسادة اللي هو من ناحية التعريف يبقى اعرف عمية الاكسادة هي اكساب المادة زرة اكسوجين او اكسر او افقادها زرة هيدروجين او اكسر طيب الاختزال بقى اعتعريفه ايه هو اكساب المادة زرة هيدروجين او اكسر او افقادها زرة اكسوجين او اكسر بديها هيدروجين او اطلع منها اكسوجين يبقى الاكسادة عكس الاختزال نتكلم على المواد المواد المختزلة مشي كلها عبارة عن مسحي بيسلفيتو السوديوم هيدروسلفيتو السوديوم سلفيتو السوديوم عبارة كلهم عن مسحو ابيض سهل الزوان في الماء على الشكل التاح نتكلم عن مواد المواد اكسادة مهي بكلية السوديوم مع الاكسوجين عبارة عن سوائل سهل الزوان في الماء يبقى دي بتوجد في صورة سائلة وتي بتوجه في صورة مسحوق الاستخدام هنا بيستخدامه في مجال سباوة وتباوة تجهيز المنسوجات لعملية الطبيب وهنا برضو بيستخدم في مجال سباوة وتباوة لمنسوجات لعملية الطبيب طيب المواد المقتزلة بتستخدم في عملية الطبيب الأقمشة الصوفية الأقمشة الصوفية المواد المعكسدة بتستخدم في عملية الطبيب الأقمشة القطنية كده قلنا واجه المقارنة بين المواد المعكسدة ومواد المقتزلة نقارن بين الأحماض والقلويات الأحماض والقلويات ده برضو من الأسئلة المهمة اللي ممكن تجينا هنقول شكل الأحماض عامل إزاي أو هي شكل صورتها إيه الأحماض لما بيجي أدقها على طرف الثاني بتديني ملمس أو تديني طعم لازع مش الشكل بتاعها بتديني طعم لازع القلويات أما يجي المسهب قدية بتديني ملمس صبوني بتديني ملمس صبوني طيب الأحماض تقسم لحكتين أحماض معدنية وأحماض عضوية أحماض معدنية منها حامض الكابلتيك وده حامض معدني قوي ده اسمه في الصناعة ماء النار ووسائل زيت قوام يميل لونه الإسفرار سهل زوان في المياه أما يجي أقارن أقارن ما بينه وأتكلم عليه بالتفاصيل بتاعته نتكلم على اللي يقابله في القلويات هيدروكسيدوستوديوم ده برضو من القلويات القوية جدا عبارة عن إيه؟ عبارة عن بلورات صلبة بيضاء يبقى لو قرنت بين الصودة الكوية وما بين المية النار اللي هو حامض الكابلتيك هتلاقي إن ده سائل وده عبارة عن بلورات حامض الكابلتيك بيعبق فيه أواني زجاجية المواد المقلوية بتعبق داخل عبوات بلاستيكية ماشي بس جوا كياس بلاستيك جوا كياس بلاستيك عشان خاطر ما تمتصش الرطوبة الموجودة في الجو نتكلم تاني عن أهم حاجة عندي أنواع عصر المية عندي نوعين من عصر المية عصر مؤقت وعصر دائم عصر المية ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وجود أملاح كولوريدات أو كابريتات أو بيكربونات كالسيوم أو مغنيسيوم عبارة عن وجود بيكربونات أو كابريتات او كلوريدات كالسيوم او مانيسيوم موجودة في المية تلات انواع كده بيكاربونات كلوريد كابريتات كالسيوم او مانيسيوم البيكاربونات ده هي بيكاربونات الكالسيوم او مانيسيوم ده عصر معقد ده عصر معقد كربونات كابريتات وكابريتات وكلوريدات الكالسيوم ومانيسيوم ده عصر ده بتخلص من عصر معقد ازاي عن طريق اجراء عمية الغالي بعمل عمية الغالي للمية بيتحول البي كربونات بتحول الى الكربونات دي تترصب في القاع ويتصعد غاز ثاني اكسيد الكربون استنى لما المية تبرد وبعد كده اروى المحلول العصر الدائم بتخلص منه ازاي بتخلص من العصر الدائم باضافة سودا اش اللي هي الكربونات السوديوم يبقى كربونات السوديوم زاد العسر الدائم بتاعي اللي هو كابريتات الكالسيوم هيحصل عملية تبادل مزدوج هيتحول الى كابريتات سوديوم دي اللي هي ملح بلوبر دي باستقادمها في الصناعة وتتحول الى كربونات كالسيوم او كربونات مغانيسيوم دي بتترصب في اقاع تترصب في اقاع وتخلص منها بعملية الترويق طيب المواد المشتتة المواد المشتتة المواد المشتتة دهيا دي مواد مهمة مهمة جدا مواد مشتدة ده هي بتساعد على انتشار المادة بانتظام في المحلول تساعد على انتشار المادة بانتظام في المحلول دي عبارة عن ايه او بتستخدم في ايه بتستخدم في ازابة او انتشار سبغات المنتشرة انتشار المادة بانتظام في المحلول مهمة جدا في استخدامها بستخدمها عند سبغة القطن البولي إستر بالسبغات المشتتة عندي ايه تاني؟ عندي الانزيمات الانزيمات دي عبارة عن افرازات عضوية افرازات عضوية الانزيمات ده هيا بتستخدم في مجال سباط وطبعات المنسجات بستخدمها في عملية الغلي بستخدمها في عملية حرق الوبرة بستخدمها في عملية الطبيل بستخدمها في عملية ازالة مواد البوش والسائل الدائم دلوقتي اللي احنا بنشتغل به بتستخدم الانزيمات في عمليات ازالة مواد البوش وأكيد خدناها في الالاء. اه عندنا ايه تاني? الانزيمات دهيا لازم عما اجي استخدمها ازبط درجة الحرارة ودرجة الهدروجيني. كل انزيم ليه دور ليه درجة حرارة معينة بيعمل بيعمل فيها. بمعنى ان الانزيم بتاعي اه لو رفعت درجة الحرارة اكتر من الدرجة المطلوبة هو اقصى حاجة عندي للانزيم درجة حرارة سبعين درجة ما اولي. لو رفعتها اكتر من درجة مطلوبة بيحصل عملية تصبيت لنشاط الانزيم. يعني نشاط الانزيم بتاعي بيوقف. طب لو قال للدرجة الحرارة الانزيم ما يشتغلش. الانزيم ما يشتغلش. بتستخدم الانزيمات في ايه بقى? اه انا ممكن لاستخدم الانزيمات في اه عملية ازالي في مواد البورش زي ما احنا قلنا وبتعمل ايه? الانزيم بيشتغل ويرجع يعيد نفسه تاني ويشتغل يعمل لي العملية ويبتدي ان هو يعيد نفسه مرة تانية. يعني لو خدت كمية قليلة من الانزيم ممكن تعمل لي كمية كبيرة جدا من القماش لانه بيعمل استرجاع لنفسه مرة اخرى. طيب الانزيم بيستخدم عن درجة قصة هيدروجيني معينة وليكن حامدي ضعيف على حسب البنفلت اللي جايلي بتاع البنزيم نشاطه ايه? او درجة الحرارة بتاعته ايه? هي ظروف الملأمة للتشغيل. عندي الزيوت. الزيوت دي من ضمن المواد المهمة جدا 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 في المجال بتاعنا. الزيوت المعدنية بالذات? الزيوت المعدنية في منها الزيوت السقيلة اللي هي بيعمل بينها عملية التزييت والتشحيم للماكينات. اللي بيعمل بينها عملية التزييت والتشحيم للمكينة. ماشي? التروس لما يحصل لها احتكاك مع بعضها بيحصل تآكل. الحديد لما يحتك مع بعضه او المعدن الصلبة يحتك مع بعضه يحصل تآكل. انا ما بحط الزيوت او الشحوم ده عشان خاطر تمنع لي تآكل التروس او تآكل الاجزاء المعدنية في القماش في المكينة. عندي ايه تاني؟ عندي المواد الاملاح. الاملاح دي بيتلعب دور مهم جدا. الاملاح مواد مساعدة. تبلعب دور مهم جدا. الاملاح دي عبارة عن دفاع الأحماض مع القلويات يديني ملح. الأحماض مع القلويات يديني ملح. لها دور مهم جدا في مجال بتاعنا. الاملاح زي كولوريدو السوديوم زي كابريتات السوديوم دور بيدعبوا دور مهم جدا في مجال صباط وطباط الملسوجات لانهم بيساعدوا على استنفاذ الصبغة من المحنوق دخولها الجوة الخامة. تبقى عامل مساعدة انها تشيل الصبغة دخلها جوه الخام عندي ايه تاني عندي الاسر الهيدروجيني الاسر الهيدروجيني ده نظام يمكن عن طريقه تحديد مدى حامدية او قلوية المحلول مدى حامدية يعني الدرجة بتاعة الحامدية بيحددها بالضبط ده جهاز الجهاز ده هو ديجيتال ماشي بيبقى فيه بفر كده هو زي القلم بحطه جوه المحلول ويبتدي القلم ده هون بيقيني الايونات الموجودة ده هين يقينها الايونات مجابة وايونات سيلابة ويبتدي ان هو عدد ايونات الهيدروجين وعدد ايونات الهيدروجين ويطلع الاراية بتاعتي بيرمص دي بي اتش بي يعني تركيز واتش يعني ايونات الهيدروجين يبقى الاسر الهيدروجين بي اتش يعني تركيز ايونات الهيدروجين طيب وبيعتمد على ايه؟ بيعتمد على نظرية التأيوم. بيعتمد على نظرية التأيوم. عندنا ايه تاني؟ عندنا المواد المنظفات. المنظفات الصناعية. منظفات الصناعية دي من ضمن المواد المهمة او الحاجات المهمة جدا اللي باستخدمها في مجال صباط وطباعة المنسوجات. المنظفات الصناعية انا لازم استخدم. انا عندي بعمل عملية ايه؟ بعمل لو نبتدي نقول العمليات اللي بيتم عندنا على القماش بيتم عندي عملية إزارة الوبرة بيتم عندي عملية إزارة البوش بيتم عندي عملية الغلي بيتم عندي عملية الطبيل عملية التحرير عملية اطباع عمليات التجهيز النهائي كل عملية من العمليات ده هيا أنا بستعدم فيها مواد كيميائية المواد كيميائية ده هيا بعد ما بخلص ببعمل عملية الغسيب بيبقى لسه موجود لها قصار على القماش. فلازم بستخدم مناظفات الصناعية عشان بتتخلصني من قصار المواد الكيميائية الموجودة في القماش. بتستخدم لتتخلص من قصار المواد الكيميائية الموجودة في القماش. عشان القماش لما يخش على المالية اللي بعدها يحصل له ايه? القماش لما يخش على العملية اللي بعدها كده يكون كأنه خام. مفيش عليه اي مادة كيميائية سابقة. عشان مادة دي ما تأثرش على تركيز المحلول هنخش عليه العملية طيب بتعمل ايه تاني طيب انا لو عندي شوائب والقزرات اللي بعمل عملية غسين مثلا وفيه شوائب والقزرات الصابون ده هون او مناصفات صناعية بتعمل الشوائب ده هيا بتوجدها في صورة معلقة بعيدة عن سطح القماش بتوجدها في صورة معلقة بعيدة عن سطح القماش عندي ايه تاني يبقى الصابون ده او مناصفات صناعية من ضمن المواد المهمة مواد الابتلال مواد الابتلال عبارة عن مواد تساعد على ابتلال الخامة بانتظام تساعد على ابتلال الخامة بانتظام بتعمل لي ايه مواد الابتلال ماشي تخلل وماشي امتص السوال بطريقة منتظمة دخلت بقى على عملية عملية طبيعية عملية صباعة الدينية صباعة متجنزة او عملية الطبيعية متجنزة مواد الابتلال عندي الابيجون وعندي الزيت الاحمر التركي الزيت الاحمر التركي بستخدمه في عملية سباغة واتباعة المنسوجات وخصوصا عند سباغة القطن بسباغات النفط. بكده احنا قلنا مرخص لمنهج العمليات الترمي الاولاني. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الحلقة. والى اللقاء في حلقة قادمة. ولو في اي تعليق او سؤال ابعتوا على الصفحة بتاعتنا واحنا نرد عليكم. والى اللقاء. ومع اطبطوا بالتمانيات بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.